السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نكمل ان شاء الله. خلينا نفتكر ان احنا بنتكلم في السلسلة دي عن فك وتجميع فك وصيانة وفحص اجزاء مدخة طردة مركزية وتجميع اجزائها وتجميع الميكانيكالسير ونرجعها مكانها. عملنا فيديوهين قبل كده عند الفك ومن الموقع وفك البييرنج هاوسين. بعدين فك البييرنج من على العمود ومن الهاوسينج. وخلاص كل الاجزاء بقت برا. وقلنا هنفحصها ازاي? بعد ما تفكت برا عن طريق مجموعة فيديوهات قديمة. الا وهي الشيكس اف. that should be done on bomb. during assembly. وقلنا كمان ازاي نقيس ال wearing clearance في في كورس سابق. طيب. الفيديو ده بقى هو بداية مرحلة التجميع. هنبتدي نجمع. فتعالوا نفتكر كده قدي البمب بتاعاتنا احد متكلم عليها. هي بمب طردة مركزية من شركة كي اس بي. فيها داب فيها اه كارت دي مكانيكالسير ابي اي حدوشر. اللي هو هو. احنا قلنا في في الفيديوهات الفيديوهين الاولي اللفي فاته ان احنا فكنا طلعنا الادي سامولة بتاعت الادي الامبلر. بعدين الكافر اللي رابط الابيرنج هاوس مع البامب كيسنج وادي البيرنج هاوس اللي بيقوم رمود في الكيسنج كافر جوا العمود والبيرنج. قلنا ادي الخطوات لو رحزنا كده من الشمال من فوق ادي البامب متجمعة. اول خطوة هنفصل البامب كيسنج عن كل مقباق المضخة اللي هو الكيسنج كافر والبيرنج هاوس والعمود والميكانيك هلسيل كلهم. دي اللي بقعدو على طول. نمشي فوق. بعد كده هنفك الكيس كافر كمان من البيرنج هاوس. فاقصى اليمين خاص بقى معانا البيرنج هاوس لوحده وجوا العمود والبيرنج. بعد كده هنطلع العمود كمان من جوة البييرنج هاوس وده شرحنا في الفيديو اللي فاتت ازاي. فاضل هو الانيو. طيب. يبقى فاضل ان احنا نجمع. هنبتدي نركب. اخر خطوة في الفك هي اول خطوة في التجميع. بمعنى ان اخر حاجة فكتها كان البرينج يبقى لازم اركب اول حاجة البرينج. فاول بليتين هنركبهم هم الانجولار كونتاكت بول بيرينج. اللي هم الاتنين دول. في الحالة بتاعتنا هم باك تو باك. ولازم نلاحظ كويس قوي الاتجاه. هل هم باك تو باك ولا فيس تو فيس. ليه? لان يفرق معايا في الابليكيشن بعد كده وفي التجميع. يبقى لازم نلاحظها قوي من اللوحة سواء مكتوبة او لو مش هنعرف يبقى زي ما فكناهم بنفس الاتجاه بنفس الترتيب نرجعهم تاني. طيب. فاكرين الترابيزة او الفلانشن اللي استخدمناها عشان نفك البرينج اللي كان قطرها الداخلي التقبل الجواها اكبر من العمود بحاجة بسيطة خالص ولكنه على قد البرينج هاوس البرينج الزرف الداخلي بتاع البرينج اهي قدامنا هاي. هنستخدمها برضو تاني. طيب. ونيجي نعمل ايه? نحط عليها البرينج. وندخل العمود جوه البرينج وندغط على العمود من فوق. يبقى ايه اللي هيحصل? العمود هيبتدي يسند على البرينج. وبعد ما يسند على البرينج هيبتدي يمشي جوه البرينج لان البرينج ما سنود على الترابيزة اللي احنا قلنا عليها. فيبتدوا يشحطوا على بعض. يبقى كده البرينج قعد. قعد لحد فين? لحد البرنج ما يقعد على كتف العمود بالزبط. واجيب ورقة وحاول ادخلها ما بين كتف العمود وبين الزرف الدخلي للبرنج. حيزا بطمن انه قاعد مزبوط مش قاعد بجنب. لازم ورقة فلر اصغر ورقة عندنا سواء خمسة مية او تلاتة مية. طيب احيانا ممكن نركب البرنج ده على السخن اه ان انا اخلي العمود عدل وسخن البرنج على الهيتر سواء الاندكشن هيتر او اي وسيلة ممكن تبقى حمام زيت طبعا بس اه مش مستهل اوي في الحجام الصغير لحد سبتين ميلي. لحد كتر داخلي سبتين ميلي ممكن ادكبها على البارد. وبعدين اه احط البرنج وسخن على العمود واسيبه يبرد وبعدين اربط بعد كده عندي وردة اه وردة اه وردة لك تتحط بعد البرنج على طول وبعدين في صمولة اربط الصمولة كويس جدا وبعدين اه لازم اقفل وردة كمان. يبقى كده نحطيك مين? حطيتي البرنج الاولاني. طيب الثاني عبارة عن جزء اين? جزء بيركب على العمود وجزء بيركب في الهاوسين. هياخد الجزء اللي بيركب على العمود اللي هو مين? اللي هو احطه على نفس الفلانش او الفتحة او الترابيزة الكتف الداخلي بتاعها اكبر من العمود لكن يركب على الظرف الداخلي بتاع البرينج واحط الظرف الداخلي وادخل العمود برضو بنفس الطريقة من فوق اهو ادوس على العمود يركب او برضو ممكن اسخن ولازم اتأكد ان العمود والزرف ده الكتف اللي ما بينهم عادل جدا وان هو قعد عليه بالزبط تمام كده خيط يبقى العمود بتاعي اصبح راكب عليه بليتين اللي هما وراكب عليه الظرف الداخلي بتاع البرينج الخطوة دي قبل ما اعملها كنت لازم طبعا احط لو انا شاكك في العمود احط الحمود على المخرطة اتأكد حمله على المخرطة اتأكد انه سليم اتأكد انه فيه سكراتشات مكان الاول سيل اكد ان السن بتاع السمولة بتاع الامبلر سليم والسامولة بتاعته راجبة فيه كويس قوي قبل ما اعمل كل ده طيب تمام كده يبقى قادل اربط السمولة لو لو البرينج بتاعي ده انا ركبته عالسخن مش عالبارد لو انا ربطت عالسامولة ارجع عربط تاني وتالت ليه لان البرينج لما بيبرد بينكمش فانكماشه ده ممكن يخلي السمولة اللي كانت مربوطة كويس وهو سخت تهوي اربط تاني وتالت تمام يبقى قادي البليتين بتاعنا الانيو الظرف الداخلي بتاعها ركب والانجولار كونتاكت ركبه الاتنين طيب فاضل الظرف الخارجي اللي هو الكيج الظرف الخارجي الاوتر ريز بتاع البرينج الانيو عايز يركب اخده اركبه في الهاوسنج بيركب ازاي بيركب بالايد مجرد بحطه بالايد كده بيركب في مكانه يبقى كده البرينج جاهز ايه الموضوع فاكرين لما علقت العمود رأسي وانا بفك هعمل نفس الشيء هحط الهاوسنج رأسي على الارض تمام وادخل جواه بالعمود والعمود طبعا جواه البرينج يبقى انا هعمل ايه ادخل العمود بالبرينج جواه الهاوسنج تمام زي الفل وبعدين بعد ما دخله ابتدي اربط بتاع البيليا اللي رابط على البيليا الانيو اربطه كويس وبعد ما اربط الكبر اا يبقى كده البيليا الانيو مش هتقع ارجع اطلع فوق اربط الكبر كمان بتاع البيليا اللي فوق الكبر اللي فوق طبعا الاتنين كان فيهم اتنين او سواء لابرانس او او اتاكد انهم سلا لو او سيل فغالبا لازم اغيره لو لابرانس باتاكد انه سليم تمام يبقى كده البلياتي التلات بليات بتاعنا سواء الفوق الاتنين اللي فوق او اللي تحت بقى متسبتين والعمود ركب يبقى فاضل ايه اركب الاتنين دفلكتور اركب الاتنين دفلكتور بتاعي اللي بيحمل بيرينج هاوس وكده البيينج هاوس اتجمع تاني وبقى جاهز انه يروح يدخل جوه الميكانيكال سيل وجوه الكيسين طيب بعد ما نجمع كل ده فاكرين لما فاكينا اخدنا شوية لقطات كده للشافت انقاوت والشافت اند بلايه نعمل كل الكلام ده تاني ليه لاني وارد انا ركبته خلط وارد انا بوسل بيرينج وانا بركب وارد العمود يكون التانى مني وانا بحطه على المجبس فاي حاجة من دول فيها عيد هتبوض الميكانيكالسيل وهتديني فابريشن طب اعمل ايه عشان اتأكد ان شغلي صح اشتغل تاني اعمل نفس الحاجات اللي تشيكات دي تاني واحنا شرحناها في كرسة قبل كده فياريت نراجعه لازم تطلع يا اما زي ما فكيت بالضبط او احسن ليه احسن لان انا حطيك بيرينج جديد لكن ما ينفعش تطلع اسوأ اسوأ يبقى عندك مشكلة يبقى البييرينج اللي كان مستعمل وشغل بقى له سنين يديك اراية احسن من البييرينج الجديد يبقى انت عندك غلط التركيب تمام طيب قلنا اللي قدامنا دي القيم المكتوب الازرق هي القيم الستاندر للمضخاب ما لم يوصل مورد بقيم غيرها نقدر نستعملها القيم دي الستاندر نرجع نلجأ لها ونستعملها كريفرنس الا لو المورد اي الكلام تاني ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة